طب سبب الحساسية دي ايه؟ مش عارفين لكن قالوا أغلب الزمن بيقع على حساسية الطعام طب حسية الطعام هنا بتحصل مفاجأة ولا متأخرة؟ لا متأخرة يعني ايه بقى؟ بقى ايه؟ يعني أنا كلت أكلاً نهارت تمام؟ الأكلة دي سببت لي مغس وإسهال يبقى أنا احتمال عندي حساسية من حاجة أو الأكل مش نطيف لكن الحساسية اللي بتؤدي إلى تحصل المريء حسية مزمنة نتجة عن ايه؟ نتجة عن الألبان الحيوانية خاصة الحليب البقري نحط النقطة دي مهمة قوي يبقى جميع الألبان الحيوانية خاصة الحليب البقري مع طول استخدامه لو عندي استعداد لحسية المريء بيؤدي إلى أسورفليك أسورفجايتس اتنين الزيوت قدي بقى المفاجأة دي الزيوت النباتية والزيوت المهدرجة اللي احنا هريين نفسنا بيها الصوية اللي احنا هريين نفسنا بيها برضو الصوية صوص؟ الصوية عموماً وخش في كده الجلوتن أحياناً يعمل تحسس في المريء وخش في كده بقية الحاجات اللي ممكن تؤدي إلى حدوث حسية في أي بنا آدم زي الفراولة والمانجا والكلام فإحنا النهاردة بنكتشف المريء إزاي؟ بتاريخ المرضي بتاعه بالأعراض بتاعته بنعمله اختبار تحسس طعام نشوف عنده حسية من إيه ونستبعدها ونعمله ممزار وناخد عينات من المريء ويجي لي تقارير الباصولوج بتاع النسيج إن فيه زيادة خلال إزينوفيل يبقى المريض ده مصاب بإزينوفيلك إيه؟ قصة مش عايت يتعليك الساي بقى واحد إليمينيشن أوفود يعني نشيل الأطعمة المسؤولة عن التحسس تمام ونشيلها نشيلها يعني نشيلها لفترات مش تمورد أسبوع ثلاث شهور لست شهور توقف الألبان كلها شوفوا عنده حساسية من الألبان من الجبن طب الألبان دي يعني الجبن يعني الزبادي يعني كل حاجة هستبدلها له بقى أقول له الحليب الحيواني لأ خلينا في الحليب النباتي ما حليب الصوية لأ حليب بقى جوز الهند ما نشيله بقى اللي عنده حساسية من الحليب ومنتجات الحليب هتتشال اللي فيها الجبن تمام هنشيله بقدر الإمكان الحاجات اللي فيها زيوت مهدرجة وزيوت نباتية تمام طيب إبقى دي الإليمينيشن شوفوا عنده حساسية من إيه نشيلها